السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم جديد في قناة التعليم عن البعد في الدرس جديد الدرس اليوم سيكون في مادة الرياضيات عرض ومعالجة البيانات رقم 3 الدرس هو الثاني في الأسبوع الثاني من الوحدة الخامسة إذن ننتبه إلى الشرح بعد قليل إذن أولا سوف نقوم بإنجاز هذه الوضعية معا ثم نمر إلى التماري إذن الوضعية هي الجدول يبين عدد الميداليات التي حصل عليها ثلاثة فرق في أحد منتقائيات ألعاب القيوة إذن لدينا الفريق الأول ثم الميداليات الذهابية والفضية والنحاسية لكل فريق ثم الفريق با والفريق السي إذن أولا نمثل هذه البيانات بمدرج إذن سوف نمثلها على مبيان مدرج إذن مبيان يتكون من محورين محور أفوقي ومحور عمودي المحور نعم إذن هنا سوف محور عمودي سوف تكون في عدد الميداليات أما المحور الأفوقي فيه الفرق المشاركة ثم كل فريق نمثل عدد الميداليات بلون مثلا الميداليات الذهابية باللون الأصفر الميداليات الفضية باللون الأزرق والميداليات نحاسية باللون الأحمر ونحصل على المبيان التالي إذن الآن نتنق من المبيان ومن الجدول ما هو الفريق الذي حصل على أكبر عدد من الميداليات الذهبية سوف نتوجه فقط إلى الميبيان ونتوجه إلى الميداليات الذهبية التي يبلغ الأصفر نلاحظ هنا أن الفريق B وعند الذهب إلى جدول نعم نجد أيضا الفريق B لديه 12 الميدالية إذا الفريق B والذي حصل على أكبر عدد من الميداليات الذهبية الآن أصغر عدد من الميداليات الفضية دائما نتوجه إلى الميبيان إذا الميدالية الفضية فهي بلون أزرق ونلاحظ الفريق C هو الذي حصل على أقل عدد من الميدالية الفضية الآن ما هو الفريق الذي حصل على أكبر عدد من الميداليات إذن هنا الميبيان لن نستطيع من خلاله تحديد إذن سوف نتوجه إلى الجدول ونجمع ميداليات كل فريق ونستنتج أكبر عدد من الميداليات بعد إنجاز عملية الجمع سوف نجد أكبر عدد من الميداليات عند الفريق B عند الجمع سوف نجد 33 ميدالية للفريق B بينما الفريق A لديه 28 ميدالية والفريق C لديه 29 ميدالية إذا الفريق B هو الذي لديه أكبر عدد من الميداليات وأقل عدد من الميداليات أيضا سوف نكون قد حسبنا مجموع الميداليات ونجد الفريق A ثم ما هو عدد الميداليات التي تم توزيعها من كل الصنف كل الصنف يعني الميداليات الدهابية عدد الميداليات الدهابية عدد الميداليات الفضية وعدد الميداليات النحاسية إذن بعد إجراء عملية جمع الميداليات عموديا سوف نجد ما يلي الميدالية الذهبية 30 الميدالية الرفضية أيضا 30 والميدالية النحاسية 30 لأن سوف يكون نفس عدد الميدالية الموزعة من كل صنف فقط سوف يختلف الفريق الذي حصل عليها ثم ما هو فرق الميدالية بين الفريق الذي حصل على أكبر عدد والفريق الذي حصل على أصغر عدد إذن أكبر عدد من الميدالية لدى الفريق B وأقل عدد لدى الفريق A قلنا الفريق B لديه 33 ميدالية والفريق A لديه 28 ميدالية سوف نحسب الفرق إذن الفريق A 28 فريق B 33 و33 ناقص 28 هي 5 إذن 5 ميدالية إذن الآن نتوجه إلى الوضعية المتواجدة الذي يقوم في الكراسة قررت أسرة من فاس الصفر إلى الداخلة فتكلفت ابنتها زينب بحساب المسافات بين مدن العبر لنساعدها إذن لدينا هنا الجدول والمسافات بين المدن سوف نكتب المسافات بين المدن على هذا المستقيم هنا سوف نقوم بإنجاز هذا النشاط جميعا إذن بني ملال مراكش سوف نتوجه إلى الجدول لدينا هنا بني ملال ومراكش إذن هاي مراكش بني ملال تلتقي هنا إذن مئة وأربعة وسبعون إذن مراكش بني ملال منطلقة من الجدول ثم أقادير مراكش نتوجه إلى أقادير ثم مراكش إذن تلتقي هنا مئتين وخمسة وعشرون ثم العيون أقادير نتوجه إلى العيون العيون نعم أقادير ستمية وثمينة وربعين كيلو متر وأخيرا العيون الداخلة إذن هنا خمسمية وثمينة وثلاثين كيلو متر إذن نحسب المسافات المطلوبة ونجري العمليات في ورقة مستقلة إذن بين مراكش والعيون إذن بين مراكش والعيون لدينا نحصل فقط من هذا المستقيم إذن مراكش العيون نلاحظ هنا مائتين وخمسة وعشرون نضيفها إلى ستمية وثمينة واربعين وبهذا إنجاز العملية سوف نحصل على تمانمائة وثلاثة وسبعون كيلو متر يمكنكم تأكد بإنجاز عملية الجمع مائتين وخمسة وعشرون زائد ستمية وثمينة واربعين ثم بين أقادير والداخلة إذن نتوجه إلى أقادير لدينا هنا أقادير الداخلة إذن نجمع المسافة ستمية وثمينة وثمينة واربعين وخمسمائة وثمينة وثلاثون سوف نحصل على ألف ومائة وستة وتمانون نتأكد بإنجاز عملية الجمع ثم تبعد إفران عن فاس بستين كيلومتر نحسب المسافة بين إفران وابن ملال إذن لدينا هنا هذه المسافة هي ستين كيلومتر سوف نحسب المسافة بين إفران وابن ملال لدينا المسافة بين بني ملال وفاس هي مائتين وواحد وسبعين كيلومتر وبين فاس وإفران هي ستين إذن سوف نطرح المسافة بين فاس وإفران من هذه المسافة كاملة دي مئتين وسبعين مئتين وواحد وسبعين كيلومتر ناقص ستين كيلومتر سوف نحصل على مئتين وحداش كيلومتر إذن عفوا هنا لم نحسب مسافة بين أقادير وفاس إذن هنا بين أقادير وفاس سوف نجمع مئتين وخمس وعشرين مئة وسبعين ومئتين وواحد وسبعين ونحصل على ستمية وسبعين كيلومتر إذن هنا بين إفران وابن ملال مئتين وحداش كيلومتر نحصل عليها بطرح 271 نطرح منها 60 كيلو متر إذا الآن نتوجه إلى التمرين الأول سوف نعتمد فيه على هذا المستقيم وهذا الجدول إذن التمرين هو السعين بالجدول الأعلى لحساب المسافات المطلوبة بعد إجراء العملية في دفتاري إذن سوف أترك لكم التمرين لإنجاز توجد تيزنيت بين أقادير والعيون وتبعد عن أقادير بـ 98 كيلو متر ما هي المسافة التي تفصلها عن العيون إذن تزنيت تتواجد بين أقادير والعيون وهي تبعد عن أقادير بـ 98 كيلو متر إذن سوف نحسوب المسافة بين أقادير والعيون لدينا سبق لنا أن تعرفنا المسافة في الجدول وفي المستقيم سوف ننقص منها 98 ثم توجد قلعة صراغنا بين بن ملل ومراكوش وتبعد عن مراكوش بـ 48 كيلو متر إذن المسافة بين بن ملل ومراكوش وننقص منها 84 كيلو متر إذن المسافة تفصلها عن بن ملل نعم ثم توجد خنفرة بين فاس وبن ملل وتبعد عن بن ملل بـ 131 كيلو متر دائما سوف نحسوب المسافة بين فاس وبن ملل وننقص منها 31 كيلو متر إذن ما هي المسافة تفصلها عن فاس سوف ننقص منها 31 كيلو متر ونمر إلى التمرين الثاني يا للعجب منذ سنوات طبعت إحدى المطابع بأمريكا كتابا ضخما تبين البطاقة التالية مواصفته إذن المواصفات هي الطول العرض وعدد الصفحات وكتلة المتر المربع الواحد إذن أجري عملية لازمة في دفتري لتحديد مساحة الصفحة الواحدة بالمتر المربع إذن المساحة الصفحة الصفحة سيكون على شكل مستطيل ولدينا الطول والعرض نطبق فقط قاعدة المساحة التي تقول نضرب طول في العرض ثم المساحة الكلية لصفحات الكتاب بهذا حساب مساحة الصفحة الأولى سوف نضرب هذه المساحة في العدد الإجمالي للصفحات الذي هو مئتين ثم كتلة الكتاب بالقرام إذن كتلة الكتاب كتلة المتر المربع الواحد هو 80 جرام سوف نضرب المساحة الكلية لصفحة الكتاب في 80 بعد ذلك هذا العدد سوف نحوله إلى الكيلو جرام ثم نحوله إلى الطن إذن نركز جيدا لحساب كتلة الكتاب بالقرام المساحة الكلية لصفحة الكتاب نضربها في 80 ثانين بعد ذلك نحول إلى الكيلو جرام ثم نحول إلى الطن باستعمال جدول التحويلات ونمر إلى التمرين الثالث قام راشيد بسيطلع للرأي حول الفاكهة المفضلة لدى تلاميذ أربع أقسام كما هو مبين في كل مدراج إذن لدينا أربعة أقسام والفاكهة المفضلة لدى أربع تلاميذ العناب التفاح الموز إذن في أي قسم اختار أقل عدد من التلاميذ الموز انطلقا من المدراج بسيط ثم في أي قسم اختار أكبر عدد من التلاميذ العنب أيضا مسألة بسيطة مكتوب فقط عدد تلاميذ هنا أو القسم إما القسم واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة ثم أيضا قسم واحد اثنان أو ثلاثة أو أربعة ونمر إلى التمرين الأخير الرابع البيانات التالية مستقات من نشرة صادرة من شبكة توزيع الماء وتوضح كميات الماء الضائعة بسبب الإيمان مستقات يعني مأخودة إذن لدينا هنا كمية الماء الضائعة صنبور فاسد ربعة لتر في الساعة استعمال أنبوب ساقي ستين لتر في الساعة طرادات الماء في المرحاض ثمانين لتر في الساعة ثم غسل السيارة بالستعمال أنبوب خمسين لتر في الدقيق نتابع هنا ليس في الساعة ولكن هنا خمسين لتر فقط في الدقيق أيضا لحساب في الساعة سوف نضرب خمسين في ستون إذن أجري عملية في دفتري ثم أحدد كمية الماء التي يضيعها صنبور فاسد في أسبوع واحد بالهيكتوليتر إذا لم يتم إصلاحه إذن هنا نتوجه إلى صنبور صنبور أربع لتر في الساعة إذن مطلوبنا في أسبوع أولا نحصل في يوم إذن اليوم في أربعة وعشرين ساعة إذن نضرب أربعة في أربعة وعشرين بعد ذلك العدد الذي نحصل عليه سوف نضربه في سبعة ثم نحول إلى الهيكتوليتر إذن ننتبه ثلاث عمليات أولا نضرب في أربعة وعشرين لحساب كمية الماء في اليوم ثم نضرب في سبعة وبعد ذلك نحول إلى الهيكتوليتر لأننا سوف نحصل على كمية بالليتر ثم كمية الماء التي يضيعها أنبوب سقي لستعملها بدون توقف يوما كاملا بالهيكتوليتر إذن نتوجه إلى أنبوب سقي لدينا ستين لتر في الساعة مطلوبنا في يوم واحد إذن هنا فقط نضرب ستين في أربعة وعشرين وبعد ذلك نحول إلى الهيكتوليتر وأخيرا كمية الماء التي تضيعه باستعمال الأنبوب لغاست السيارة مدة ساعة واحدة بالهيكتوليتر إذن هنا سبقنا أشرت لها عند قراءة الجدول خمسين لتر في الدقيقة إذن ساعة فيها ستين دقيقة إذن نضرب خمسين في ستين وبعد ذلك سوف نحول إلى الهيكتوليتر إذن إلى أن نلتقي إن شاء الله في الحصة الخاصة بالصحيح أتسودعكم الله ومع السلامة إلى اللقاء